أهلاً ومرحباً بأولياء الأمور الأطفال في المرحلة الإبتدائية أنت على وشك استلام تقارير أطفالك المدرسية ونحن نريد التأكد من أن لديك جميع المعلومات التي تحتاجها لفهم تلك التقارير ومعرفة ما يجب أن يتعلمه الطلاب في كل فصل دراسي وكيف يتم تقييمهم رسمياً في بطاقة التقارير الخاصة به حالياً يتسلم أولياء الأمور تقارير أطفالهم من خلال بريد إلكتروني مرسل من المدرسة به رابط لتحميل التقرير في صورة ملف PDF كلمة السر لفتح هذا الملف هي الرقم الطالب التعليمي في أونتاريو OEN ويمكنك إيجاد هذا الرقم في أي تقرير مدرسي سابق له أو الاتصال بالمدرسة لتعاونك في ذلك كما يرجع عند إدخال الرقم إدخاله متضمناً الشروط لضمان فتح الملف تتبع OCDSP النظام الإقليمي في بطاقة التقارير للمرحلة الإبتدائية وهو مكون من جزئين يركز الجزء الأول على ست مهارات رئيسية وعادات للتعلم لدى الطلاب لازمة للنجاح في المدرسة والحياة بشكل عام ويبدأ تطوير هذه المهارات في وقت مبكر من تعليم الطفل ويندرج خلال الصفوف من الأول إلى الثاني عشر حتى يتم تعزيز هذه المهارات وتوطيدها استعداداً للتعليم ما بعد السنوي وعالم العمل وهذه المهارات هي المسؤولية التنظيم الاعتماد على النفس التعاون المبادرة ضبط النفس في هذا الجزء من التقرير يتم تقييم الطلاب باستخدام حروف EGSN B Excellent وتعني ممتاز G Good وتعني جيد S Satisfactory وتعني مردي N Needs Improvement وتعني أن الطالب بحاجة إلى تحسين أما في الجزء الثاني من التقرير المدرسي تكون التقديرات باستخدام حروف مختلفة لتحديد مستوى إتقان الطالب للمادة التعليمية في كل صف وهذه الدرجات تتحدد من خلال الأداء الأكاديمي للطالب على محتوى كل مادة حيث يقوم المعلمون بتقييم الطلاب بشكل مستمر لتحديد مستوى فهمهم وإتقانهم وإسناد هذه الدرجات بناء على أداءهم مستخدمين هذه الحروف من A- لـ A+, تعني أن الطالب قد أظهر معرفة بدرجة عالية جداً لمحتوى المادة وهذا الإنجاز يعادل المستوى الرابع بمقاطعة أنتريو أما التقدير من B- لـ B+, يعني أن الطالب أظهر معرفة كبيرة وهو يعادل المستوى الثالث بالمقاطعة وهذا هو المكان الذي نأمل أن يكون فيه جميع طلابنا بحلول نهاية العام الدراسي من C- لـ C+, نستخدم هذه الحروف لدلالة أن الطالب أظهر بعض المعرفة للمحتوى الدراسي وهو يقترب من المستوى الثاني للمقاطعة وهو يعني أننا سنواصر العمل مع طفلك لمساعدة على تحقيق معايير المقاطعة والحصول على درجات أفضل D- D+, تستخدم لإظهار أن الطالب أظهر معرفة محدودة وهذا الإنجاز أقل بكثير من مستوى المقاطعة ويعادل المستوى الأول حرف R يشير أن الطالب لم يظهر المعرفة المطلوبة وأنه يحتاج إلى علاج واسع النطاق حرف I يشير إلى عدم كفاية الأدلة لتعيين درجة من الأساس وهو يعني أن الطالب لم يعمل الكفاية من الفروض والواجبات لمعرفة مستوى والغرض من بطاقات التقرير الإقليمية هي تزويد أولياء الأمور والطلاب بمعلومات واضحة ومفصلة عن نقاط القوة التي لديهم بالإضافة إلى مناطق التي تحتاج إلى العمل عليها للتحسن في الخطوات التالية فلا تتردد دائماً في التواصل مع مدرسة طفلك ومعلمه مباشرةً للحصول على مزيد من المعلومات أو التوضيحات إذا كان لديك أي سؤال وشكراً